إن الكركديه من المشروبات المشهورة التي يتناولها الكثير سواء كان ساخنا أو باردا هذا المشروب له العديد من الفوائد الصحية حيث يحتوي على العليد من الفيتامينات وله فوائد كثيرة بالنسبة للسيدة الحامل إن السيدة الحامل تكون في شهور الحمل الأخيرة عرض للإصابة بدغط الدم المرتفع فيعمل الكركديه على وقايتها من ارتفاع ضغط الدم حيث أنه يعمل على ارتخاء الأوعية الدموية وتمددها بالتالي يساعد في خفض ضغط الدم يحتوي مشروب الكركديه على نسبة عالية من مضادات الأكسادة التي تساعد في تقوية جهاز المناعة وحماية الجسم من الإصابة بالعديد من الأمراض بالتالي تقلل من فرص اضطرار السيدة الحامل إلى تناول الأدوية الطبية التي تمثل خطورة على صحة الجنين كما تساعد في الحد من تقلصات الرحم بالتالي هذا المشروب فعال من أجل تثبيت الحمل والوقاية من الولادة المبكرة كما يساعد في خفض نسبة الكوليسترول السيء بالنسبة للسيدة الحامل ويعمل على رفع نسبة الكوليسترول الجيد بالتالي يقل حامل من الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين كما يساعد مشروب الكركديه بانتظام السيدة الحامل في الوقاية من الجفاف حيث يمد السيدة بالسوائل اللازمة لجسمها وصحة الجنين كما يساعد في الوقاية من نقص الماء حول الجنين كما يساعد في تنظيم معدل ضربات القلب وتكون السيدة الحامل في كثير من الأحيان عرضة للإصابة بالإمساك هذا المشروب يعمل على وقاية الحامل من الإصابة بالإمساك ويساعد في تحسين الهضم كما يساعد في تحسين عمل الجهاز الهضمي يحتوي مشروب الكركديه على الكثير من الفيتامينات الهامة لصحة الحامل ويقوم بتعويض البشرة عما تفقده من فيتامينات أثناء الحمل حيث يحتوي على فيتامينات الهام جدا من أجل الحفاظ على صحة البشرة ونضابتها يحتوي هذا المشروب على نسبة عالية من الألياف بالتالي هو مفيد للوقاية من الإسهال كما يساعد في الوقاية من الإمساك كما يساعد في الوقاية من المغص والتقلصات ويساعد في التخفيف من آلام التي تنتج عن المغص والتقلصات أثناء الحمل إن هذا المشروب يحتوي على الكثير من العناصر الهامة لصحة الحامل والجنين لكن يجب العلم أن هذا المشروب يمكن للسيدة الحامل تناوله فقط في الشهور الأخيرة من الحمل أما في بداية الحمل فإن شربه قد يسبب أضرار بالغة للسيدة الحامل والجنين وقد ينتج عنه إجهاض للجنين حيث أن هذا المشروب من الأعشاب التي من الممكن أن تستعمل لمنع الحمل إن مشروب الكركديله الكثير من الفوائد فإنه يساعد في جعل الشخص يشعر بعدم العطش لمدة طويلة كما يساعد في تنشيط عضلة القلب بالتالي يساعد في تنشيط الدورة الدموية ووصول الدم والإكسجين لخلايا الجسم المختلفة بطريقة سريعة كما يساعد في تنشيط خلايا المخ ووقاية خلايا المخ والخلايا العصبية من المشكلات المختلفة كما يساعد في تنشيط الجهاز الهضمي وتحسين الهضم وهو من المشروبات الحمرية ولهذا له دور فعال في طرد الميكروبات والجراسيم خارج الجسم كما له خواص مدرة للبول ويساعد في تطهير الكلة من المواد الضارة وتنشيط عملها كما يساعد في التخفيف من الأعراض المصاحبة للدورة الشهرية كما يساعد في تقوية بصيلات الشعر وجعله يبدو نائما وصحيا والسبب احتواؤه على نسبة عالية من الفيتامينات الهامة للشعر كما يساعد في صبر الشعر بلون رائع ويطفي عليه رائحة جميلة ويساعد في وقاية الشعر من القشرة وعلاجها وله دور فعال في المساعدة في خفض الوزن وهذا بسبب تأثيره على انزيم الاميليز حيث أن الاميليز هو انزيم مسؤول عن تحويل السكريات المعقدة لأخرى بسيطة ولكن هذا المشروب يعيق عمله بالتالي يساعد في التقليل من نسبة السكريات في الدم والتخلص من المواد السكريات المخزنة في الجسم مما يساعد بفاعلية في نقص الوزن